هني قلت لك انا اتراحضك بش نحلل لك انا شو اخينا بزيط اي لا اخي بش جيت قلل انتي انتي رئيس جماعة تيكواندو حب تترشح جيني انا نعطيك ترخيص ما غيري انا ما تعديش وعندهم ألف حق لانه كل واحد عنده غيات فيه مخو يقول لك انا نثبت مش كون معاك شكون ترشح معاك مش كون وعليش غادي المهمة بتاعك عليش مش ترشح عطيني برنامجك بالضبط وانا نقول لك اوكي او لا لا واضح يظهر ما عندك متعلق خنشوف واحد يخصي ذاك اللجنة البنبيلية التونسية لا لا نحكيلك الوزارة الرياضة اي اي منصب تشيخده بره اي ناخو سمح لي بره سيد وديع الجري اي احب ياخو منصب دولي بالفيف اي بش يترشح كان قبل ينجم يترشح على روحة او لا ترجع الوزارة الرياضة اي تعتيق الموافقة بتترشح او لا لا سمحني خليكمل انت متجاوبة ونرجع الى سويلة لا 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 جاوبني على سويلة خليكمل لي ذاكرا ونرجع الى سويلة سمحني احب يلي يتلعب القرار هيا ذا فان ما تلبطوش منها المنصب الدولي الورخة هذي كيفا كيب ليش يمشي عنده العقم انت كوزارة بش تمشي تتضمر من مسؤول الهيئة خرجالها لبرة كما قول تاكواندو بوكس اللي هو عالمي طلبته ولا حتى الفيفا الكورا ولا الكاف الورقة هذي شنية محلة من العراء ما عنديش معنى ما هي ذيكي شنحكيه له اينه لا 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 لاشياد لجنة ولجنة 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 كمشي شدة بلاي تقيخ يا سي العرب كمشي شدة اللجنة ولجنة ولجنة في تونس في بعضنا بالعربي هي يناجم الوزارة تغبط قرار وتغبط تفاصل اما هذا خارج حدود الوطن بش يمشي ما طلبتوش منها الفيفا انا معاك موافقش ايه ما طلبتوش من الفيفا قد له جيب الورقة من الوزارتك بشان انكبلك ما طلبتوش الفيف زادا انا سلطة الاشراف تعرفني في هات كيفا كيبليش لا 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 سامحني سامحني كرايك رايك رايك انا زادا انا وزارة فالح تقول لي يعطيني كل فلوس انا زادا بشتتراشح اخوذ موافقتي مانيش كعسكر كذونك انا سلطة الاشراف ياخوية هذي الوزارة شقر ما تكبليش كيبليش الورقة سامعني انا نعمل سيناريو انا نعمل سيناريو انت الوزارة وانت قتلي انا قتلك لاني ماشي قتلي لا انت ما نعطيكش وانا مشيت البره للفيفا مع انت الفيفا ما تقبلنيش عضو لما تستنى الورقة متاعك قول ليه غالب صراحة رايض فما مثل يقول الوقت اللي حضر القارب نشح الوقت لو السيد محرز بوسيان سيئ انا مش مربوطة محرز لا انا نحكيني هذا معنا نقوله الزرف اللي جاي مستقبلاً لكن ساحبي الهنا بالمعقول نحترمه قرار الوزارة الوزارة اختيت قرار اي مسؤول ترشع الهيكل دولي يرجع لي بالنظر ارجع لي بالنظر اعطيني اخوية انا باش وزارة اعطيني سيصالح يا ساحبي انا معاك في القرار ذي كنت اختيت قرار من نوع ذي وقرار حاسم اختيتنا قرار في الترشع في عدد الترشعات في تونس انا محلي ما اختيتش فيه قرار ما اخذت قرار في الدولي ما بدلش حتى قرار ما ترشع على اقل قول انتي لو ما عندكش العق بيش ترشع اكثر من ذا مرة هذي على المستوى المحلي واذاك يمر في قانون هيك الرادي وما زال ما تعمل باش انتي كل واحد يرجع لك يسترخص من عندك باش يترشع نجم تاخد القرار ذاك نوع شو ساحبي هذي قرار جاء بعد ما صار ترشع السيدة بوسيان للعضوية لتعلى اللجنة الولمبية الدولية صار برشا لغة وبرشا كلم وبرشا تأثير في الوسائل للتواصل الاجتماعي على كيفاش فما عضوة اسرائيلية من هذي تبنيت كل شيء ولا خرج القرار هذي سلطة الاشراف خرجت القرار ما ترشع امرو يا ساحبي بالقانون باللوجيك باللوجيك ما عندو حتى معنى نجم انا اكون رئيس هيكل رياضي في تونس والهيكل الدولي مستعرف بيلي انا رئيس دونكي مش ترشع للهيكل هذيكا نبعث له ميلف امتاعي ملا سمحني انتي ما لانا وزارة غضو ما ترجعلي في حد شيء ما ترجعليش ما لانا وزارة تعرفني قالو في مشاكلك وفي فلوسي ليه انا اموها كما قال ذاكر اما احترام انا هيكل هيكل ياسي ذاكر انت وزير ربي اذي المطلب متاعرن احترام المعارض ما فيها بيش يقولوا ليه لوزير ما يقولوش ليه لا يسورة ما قالو ليه اذا بيش تخدم مصلحة الرياضة بيش يقولك ليه زيدة لوزير الوزارة ما عندها عيونها وعندها خيوتها فما بيادرة بيش تمشي تعمل حاجات اخرى فما ناس بيش تمشي تعمل ممارسات سياسية فما ناس فما نحب توظف لغايات اخرى هاو ناخذ اكزامبل احنا انا رئيس جماعة كورة القدم توجي العوادي هاو كل مره موجود في بلاسا هاو قاعد يفرق في المناسب في الاتحاد العربي في الاتحاد الافريقي تفضل خويه ونتصور في الفلوس والشيخ هلور انا سلطة الاشراف من حقي بس تتعدى اعطيني دوسيك نشوفه اذا فيه مصلح وكامل الشروط تفضل خويه برا ترشح على الورو سيسا اللي تلوج المشكلة تمشيله الخدام لماذا من المصار مصارة الرياضة ما تلقاش قانون تولي ابدأ بهو في بلادك تلقالوا قانون بشي ولي مش الي يجي يشد رئيس الجامعة هاو في قنوة هيك الرئيس هاي عصابة قاعدة هاي عصابة قاعدة تخذ باش ما يتعديش قانون هيك الرئيس معاك ناس تعامل تصرف فلوس زرقة ناس يحبوا يشروه ولو انا منعرف كل نساء ورجال المسلمة بالشعب ناس شرفاء ووطنيين يحبوا يشروهم بالفلوس باش ما يصوتوش لقانون هيك الرئيس لكن اظن بعد وأنا ها في قانون وبالنحن النقوة سيساعبي الشيص الشيص الغادي للتصويت عمل أن نجنقوى لقانون نقوى في تنه وناس ما نجنقوىwehr لماذا اللونزود يربحوا فينا في القضايا Between of the safe نوع من المسلمة في تونس هذا موضوع كبير على حسب الانتاج متاعك في الملعب في تونس الأجنبي يصحح العقد لكن عندما يشكي لك الفيفا فيفا تقل قانونك الداخلي برسك فيه أنا أجنبي جاني أنا أجنبي جاني عندي قانون فيفا أنا أعطيتك البرامة مثلا تزاير تزاير لا يأخذ الكوبي فيفا تزاير هذه هي قانونة وهو في تونس يحلوه برنامج كبير ما هو بريم دوراندمون هل تتحدث عن الكوارثة لا تتحل في جورة الروسية لا تزاير الوزارة أو الفيدرارسون هو اسمه بريم دوراندمون من حتى انتاج يجب جوار يجب جوار بشي صحيح يمدلوا فلوس وين هو الانتاج على الشاشة ما هو ما هو ما هو بريم دوراندمون لا تتحيل 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 ما هو يجب جوار راجعة فلوس اللي هي من الاصلها من اللي ولا غالطة ما كاركش عطيته جملة ما انت تصور يحكم على حكم غالط ما انت انا باش نجيب لك فلوسك اللي انت في القانون ما لازمك شعتيه جوار من اللي قدت في فيسن عمي لو نفهم فيك اه رادي من اللي نفهم فيك ما هيسا يا كيف فهمتني معناتها حبيت لحكيلك هذا القانون الداخلي احنا جبتنا نتوه على القوانين هذا الداخلي هذا هي اجنبي يبدأ عندك عليش انا تقول لجانب كيجي يقولوا صح كما تحبك انت رد وذاك مش لاخذروا صح انت يا راك في الاخر ماشي اللي في في اللي يقول لك يكتب له اللي يحط لك يكتب له عليش كلهم اللي يخرجوا من التونس انا في العالم اجمع راو يربح القضايا لتاول بارك طولهم على دائر مليم اللي يعانيته لك اللي اتفاعل معاك اما اولى للوزارة اش تنقح القوانين هذية هذي مثلا مثلا هاو تبارك الله عليك انتي مطلع على قوانين ربما الوزارة ما تعرفهمش ما تعرفهمش هذي 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 نحكي بيتا ما تعرفهمش ما تتسائب في الشيكات برسونال اللي هي ممنوعة وتتصاب بالشيك ومبعد يجي بالمحابات على خاطر رئيس جمعية حبيبو وجهور ما يسعحش في جمعية اخرى لما يرجع فلوس الشيك تعرف القوانين القوانين اللي عملتهم الجامعة التونسية اللي يقولوا القدم بش يترشحوا للمكتب الجامعية فماش خمسة من الناس يتوفر فيهم الشروط وحتى حد ما تتلها وما شافوا كيفاش بيش ينقلوا هالقوانين هذي وبش يفتحوا المجال وانا نقول لك راول بريم دولاد ما من قبلنا راولا اسمعنا وانا نقول لك حاجة وخوذها من عندي مسلمة الانتخابات الجاية إذا في وديع الجريب هالقانون تعال هياكل وكذا ما طلعش وبش يترشح راول بش يعاود ماندا وثنين أولما ما فماش كون يلعبوا ويتطبق عليه القانون بش يترشح اخويا صاحبي ثم حاجة نقطة زادة مهمة برشرة وبالظروف هذي امتع سيد الوزير سيد كامل دقيش معنا الوزارة في الظروف بتاتي البوليتيك اللي قاعدت سايرة ذاك على اشقال على سيمحرس بوسيان أنا كنت حبثت بلوتور رجعوا التاس لتونس معناها يخدم في تونس التاس ومعش نستعملوا هذه الكناس سامحني الكناس 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 هنا الكناس هنا معناها نرجع الكناس في تونس ونحيه التاس اللي أنا اليوم الفلوس اللي خادماش يراوت نجم تعيش بارش عائلات في تونس نجم تعدي برش عائلات حاج اخرى كما قال خويا ذاكرة برك الله سيانا جان اكسبسيونال في العالم مجمع ومع مستعرفين بيه في نفس الوقت لو بثم برشة جواريتي يقول لك البريم درون ما ما حاشتش بها نحب نحب اي نورم لا لا أنا عمري ما نجامل حتى حد أنا راني مباشرة ذي زم بريم لا لا شو أنا صاحبي ساشلو صاحبي أنا رو الميليو هذايا ميليو هشاكم بوري صار برشة اشياء اليوم اذا كانت ثم برشة جواريت ملقاوش أجوه كما ذاكر معناها باش يعرف كيش يدافع على ويعرف كيش ينصحهم في نفس الوقت رو ثم برشة اشياء فاللي كونترا هذوما بريم درون ما كما قال علي بريم وصورته برشة فلوس تحت التاولة وبعد ساعات رو يعملك أنا فنان اما ثم جواريت يقول لك ما تعتنيش بريم درون ما اعتيني انسالير تريو برابور على كل شيء ويأخذ فلوسه على اخر من اللي قالوا أخويا ذاكر قبيلة أنا ديما فخور بأولاد بلادي حتى النجم تعلم منو اللي يكونوا معناه يفيدونا ببرشة اشياء انتي اللاعب تا نادي الفريق ذاك اللي طاو اللي قاعد يطالب بفلوسه سيصالح اللاعب نادي الفريق شكونوا اللي قاعد يطالب بفلوسه وهو يعيش في فرنس معروف ذاكري العبيد ذاك اللاعب دي جوك روا داك اللاعب يطالب بفلوسه هو موجود بفلوسه جسو ممساح كنترى بفلوسه على الكل ينزم هنا ماذا بيلك ناس ترجع لان اليوغرا وشاي اللي قاعد صاير مش نورمال هو ترجع سيصالح هدام المافيا هادي تخدمتو ترجع هاي سيصالح يا رجعلوا طبعا هنال بلاتو بلا شمالي واشنالكلمة قلت ليه حتى يتعدل التصويت واشنو فاش عندك معلومات على فرنة يكريه تستنى فينا بشعديك المعلومة انت قلت ليه سمعني سمعني انا قلت كلم انا قلت كلم في معاك في بلاتو تونسنا ومش نعاود نقلت لكلم نفس الكلام راهوا ما فماشي باش القانون اذا يتعدى علاش نرجع بيك للاصل من الاصل وحتى نوصل بيك التوى في الاصل وقت لي كان رئيس الدولة الامكانية متاعه باش بمرسوم يعدي القانون وكان المشروع جاهز وحاضر متعداش مش هم اسماني انا الهناء وقت لي متعداش بالنسبة لي انا فشل على جميع المستويات على المستويات اللي يحذر ولي يقدم ولي بسع انت يتحب ويتعدى ان حب ويتعدى لا انا 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 من مناصرين القانونة ذاية اسمع لي ان حب ويتعدى ومبعد طوى وقت لي كان عنا سهل الامكانية وولينا مربوطين بناس بتبيع الناس هذيكم عندهم الحق بيش يخدموا على رواحهم ويحطوا ويحذروا اللو بمتاعهم ويدافع على روحه ويدافع على مشروع متاعه كلامك صحيحة 100% بنيت سيد رئي الجمهورية مرسوم ورا وتعدى ورا ورتحنا ورا كل واحد شد بلاستو وكل واحد حد سقيه على الارض لانه صراحة اللي قاعد يصير تو في الكوليس رو شي غريب وعجيب سي العربي وانتي تعرف كنو قاعد يصير تو المهم القانون هذا ما يتعدى لانه المنقذ الوحيد للمافيا اللي دمرت الكورة والرياضة في طول ليه يا ساحبي وانتي قبيليك تقول لي ما نشكوش في اعظام ما نشكوش فيهم اما راك مكش مسؤول على كل راية متاعاذ ومن اعظام مش سنويب راك ما تعرفش عليهم ينجم غدوة بور ديريزان بور اون ريزان وينو قولك ليه هم باهي سمحني مربي وش نسألكم نسألكم سؤالي معا كامل احتراماتي الاعظام مجلس النويب لو كان تخرج لي عشرة بارك في اعظام مجلس النويب يفهموا في الكورة وفي قانون الكورة ومغرومين بالكورة تفضل يا ودي اخر حاجة يا ودي تي شو اسمعني اسمع اللي هي اول حاجة في العالم السياحة والكورة مجلس النويب مجلس النويب الشعب السابق اللي تم حلو مقابل رئيس الجمهورية فيه 25 جويلة فيه برشا وجوه عندهم علاقة بالرياضة ولا واحد منهم حل الملف الرياضة بتجيني اليوم بلاي خانت جاوبك تعرفش عليش مشاكل الرياضة خاضرهم اداخلين في المنظومة مورطين موش مورطين انت عايمين في المنظومة سي الساحبي حبو مياخد عاقة عرز خمبي دي ام تشبيك سي الساحبي اشنا فيك معلومة سمحني يا عمي انا وقتلي اسمعني يا ساحبي وقتلي انا عندي امكانية باش انا مني انا نحكم انت رئيس دولك تعكم في كل شي استولدت الكل بيدك وانت الفاتح قناتك في البلاد اذي انا اذا عندي وزيري قدامي وانا المصالح متاعي يقولولي دابوزة هذية فيها مصلحة للشي اللي نسيروا فيها احنا لرياضة صح عليك هو اخذ قرارات اصعب منك انا اصعب بيبال اسمعة منك ورانا احنا تقول رياضتنا مرتاحة يا ساق روه اللي غريبة من عارفش انت انا انا اتحمصت انا 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 لومت اتحمصت تعرفش انت انا على خاطر الشي دي فيه مصلحة الرياضة انا ما عنديش فيه مصلحة انا بالذات نحكي ولا اي انسان ما عنديش فيه مصلحة اما فيه مصلحة الرياضة لاني مترشح ولاني يقال اني فيه مصلحة الرياضة فيه التداول على السلطة يا رسول الله رئيسة الدولة فيها معاش فيما مدى الحياة عندك دو موندا وتخف حتى لو تبدأ انت عملت انجازات قد البلاد هذه في العالم اجمع دو موندا متفوتهمش احنا هنا في تونس مش نعملو كانز موندا خل نعطيك سكوبسي سالح ونرجع لك ذكر بعد ذكر انا طور رجعلي شاهد العقل القانون هذا مش مش عدا ليش سيد رئيس الجامعة تونسية اللي كورت في قدم قاعد يوظف اللي كوموند متاعو انصح التعبير باش يتصلوا بيك اسم الكريك هوي انا الاوان اللي مو الشامل وسي واضيع حاشتوا برجالو ويزم يقربوا رجالو ويزم تقولوا زر لحنين متاعو واحنا مقابلين على انتخابات قطري اذا كان فما قانون باش يتعدى روا ديام عاش بش تبقى يترشح لكن مدام السيد يجري هكا متأكد انو المخطط اللي عملو باش ما يتعدىش قانون لهاك الرياضية يعرف اللي هو ضامن عنده عودة اللي هو باش ما يتعدىش قانون لهاك الرياضية وانصحت هذي الرواية يا خيبة المسيح شوف اذا شوف انا سأل رايي وليه سأل العالب شوف انا بما سؤال ديما نطرحه وديما نتخالف معاكم بحاجة خاصة انت بالذات اين انت مدافع شيرس على وزير الرياضة انا العكس انا نحرلك التصريح انتع سيد وزير الرياضة اللي قالهم في كرة القدم واللقاء لهم في التحكيم واللقاء لهم في الدنيا الكل وينه؟ مش يقول القضاء والقضاء فما قضاءه وينظر في الملفات نوزير ما هوش قاضي نوزير ما هوش قاضي مانيش ندفع عليه كمال قديش ووقتي يبدأ غالط راني قم من مره ننخذ أصفال الحقيق أنا لومه في الملفة ذاية خاتر سهلة روزير رفا خاتر كيوت خلال رئيس دولة وزير لا تعرف كمال ساسباس الإدارة معروفة إدارة كي رئيسة كي رئيس جمعية والنيب ورئيس فرق يبدأ عنده ثقة فيه عطيه صلوحيات بيش يخدم خاعد يخدمه جابله يدوس يقول له هذا رأو حل مشاكل ما تصورش ما يتصنطوش هو يتصنط في الحكاية الابتدتاي يقول له رأو هذا أنا لتصور رئيس دولة يقول له صح ديريكت صح عادي قلناها عب العمية بالتونسي يقول له صح عادي ديريكت وحل يا سيد العربي رأو في الجزائر لنخزن برشة على الجزائر رأو الشركات رأو الناس مرتاحة رأي الدورة مش ليه يا باو رأو ستيف صرت لها مشكلة شعبك اللي طحت السناء برا شوف خلتها شركة برا شوف كيفيش في النفو خلتتلو تحبوا المال قوم العمال وتعقيل حتى الموضوع ممكن ترجع الشركات وترجع الشيمينيون نحكيو علها وترجع في العليل هالشركات مربوطة بالقانون هذا ماذا قلت لك هنا؟ معتا ساهل يدخل سيد الوزير خلنا عملوه ندخل هنا السيد الرئيس هيا سيد الرئيس هذا يراو بشيرة طحنة من جوج جمت الولاية تدفع والبلادية تدفع والمعتمد يدفع والرنة تشوف في جماعيات ونتفرج وطنس صغير لا يراو على تصحى اكلامك سحية ماذا هو هان؟ اكلامك سحية اما القانون هذا سمحني خلتت للرئيس والدوسي يدخل الوبيان صح على سبع الدوسي لا يفهم حاجة اخرى انا سينتزي لك الروتين الاداري يلزموا يتعدى على السسم مجلس وزاري ويلزم كل الوزير خلنا فيه واحدة واحدة خلنا عتيك الوزراء اللي شافوه في فترة ما فم وزير بلوك الميلك ما حابتش يسح عليه وصارت هدية مؤكدة من بعد هداه ربي سيد الوزير المقصود وصحح اتعدى الرئيس الحكومة فم تنقيحات ارجع للوزارة فلحوا التنقيحات ارجع لرئيس الحكومة ورئيس الحكومة توا اخر معناها النسخة الاخرانية عندها وقتش بيش تحيلوا المس النواب الله اعلم نجاوبك يا ساحبي تفضل جاوب لي سهلة باش لا لا اسمع نجاوبك سهل بارش ياخد دي سويبونت كانت فم ايرادة سطر على كلمة ايرادة روت عادة بشوية لا لا يا ساحبي ريت الروتيني تحكي عليه الكل موجود صحيح اما لو كان السلطة هرم السلطة يقول الملف هذي حاسب يبع ثلاثين وين خايت صحيح يوضي ثلاثين وناس كل تخدم يجيب صحيح صحيح والناس كل تخدم يجيب هون وجه سالح اقول هتحب فما ناس قاعدة يتاكل تحت الطاولة ما رايش ما يتعديش على رئيس دولة لا مقولك رئيس دولة سيد الرئيس سيد الرئيس ما هوش جامرة بسيجوي على كل شيء رئيس جمهورينا انا رئيس نعطي ثيقة للتصالح يجب يكون اهل الثيقة ديك ملاوي سيد الرئيس الدولة على الاقل في الفترة النيابية و هو صاروا دي ولا ثلاثة نهائيات كأس تونس لم يحضر سيد الرئيس هدايا الكل ما الفتش نظره بش يشوف ها كورة القدم هذي شنية يعرف يعرف ديك يعرف اخوش كما قلنا سيد الرئيس يفتح ملاف كورة قدمة تونسية رابش اكتشف اعوار بالجملة والتفسير رابش اكتفت مهازل وجراء امريا ذي في حق البلاد هذي توا انتي وقت لي قلت عنا قضاء عادل هذا مما لا شك فيه وقت لي سيد الوزير رياضة بالتصريحات اللي قالوا قال سمعت من حكام شي اغرب من الخيال وناس تتماعش من ماتشوات الكورة وناس عندها شهاري قارة متبزنس تاع الكورة زعم رئيس الوزارة الشباب والرياضة يقدم ملف كما هذا للقضاء العادل زعم يغض عليه الطرف لما مصلحة الوطن العربي على مصلحة الوطن انا وزير الرياضة نهز وقت لي نبعث ملف هذا قالوا مترح ونبدأ عندي فيه شك حتى واحد في المياه نهز نكلم زعميلي وزير العادل ونقول وك الملف تبحولي مايش هاي مصلحة البلاد قلت لي انتي دي ما تدافع بشراسة على الوزير ندافع ليه وقتين لزي ما ندافع ليه وكي غالط نقول راو غالط اما ناكد لك وندفع على الوزير ويستحق مش ندافع ليه كاميل دقيش نذيف كاميل دقيش حتى واحد مخذي الاجراءات قبله في الوزراء اللي اعمله هو قديش من عام الموجود قانون الهريكة ذيه في تحت في الادراج في البيروات حتى واحد ينين الله جي هو حرك هذ الملف فما مافيا كبيرة فما كناترية كبار في الرياضة ما يحبوش هذا القانون يتعدى مزان مصر على قانل قلت وانتي صحيح اللي قال اوه التحكيم ليانا لسيد الوزيره حنقول هالمجالس بالامنات ليانا انا ويحكين اما بعضنا قال ليش تحبي نعمل ما تأكد اللي قلته اما راني فما ملفات عطيت على القضار ليش حبي نعمل قال ليش حبني نعمل انا نعطيك مرة مرة كلموه قالوا له ايه كسره وغضو صيه اثبتت فما الناس دخلت على الخط وشوبوا هاي التدليس يقول لك ليه يا اخو ايه كسره ليش تحبوا يعمل القضاتون سيروا عادل ما يضلمش اذا فما ملفات مش الدين ايكس طيو يتحمل مسؤوليتك ما قللاش العاكس اني قلت لك يتبع مع وزير العاكس قاعد يتبع في الملفات انتي تنجم تتبع ذاكر انتي تتبع اه اما انا ما تنجمش تخلي احكم في الناس نعطيك سكوب نهار تلي سايد وزير الرياضة ماشي المجلس النواب فما نواب كي ما قال سي سالح يخدموا في النواب الاخرين باش ما يحرجوش وزير الرياضة ويترحولوا موضوع وديه على الجري هذا اللي صار اللي قالوا سايد وزير الرياضة ايش اسمعنا منو احنا وشوه المقتطفات قديش من نايب الداخل فما ليحكي عالشابة قديش اسمعنا من نايب قال الراجل من الشي اعطونا وذنها تكلموا عشرين سمعنا زوج كل شي مبرمج راه مافيا كبيرة مافيا كبيرة وخيوطها معناه هذي دولاب كورت القدم صدقني توا ثلاثماشن سنة هذي وشي وقف المخ عائلة فيها حديش يخدموا في جامعة كورت القدم من عائلة واحدة حديش قلت مقبلي كيفوس الحديث قلت لكم غريبة عالتاس تاس ميلف الشاب سافرنا ومشينا وقبلت الدنيا الكل وسمعتنا وعملت الدنيا الكل ومبعد شنوها النتيجة عدم الاختصاص عدم الاختصاص مالما انتي كيجي كدوس لا يا ذاكر ذاكر انتي كيجي كدوسي يجي يحلو علي وبادي يقولك مش اختصاصي باه ما جيبش قلك من البيه برا ما تجيبناش الكل يجيبكم الكل على الفلوس يخد تاس تخمم في الشاب ولا تخمم فيتون سي العربي سمعني اخوي ذاكر الملفات هذي احنا فلوس زرقة يا ولدي خوذ القرار عدم الاختصاص من اللي جاء كدوسي كي مش عدم الاختصاص مك رجع لي فلوسي يا رحمبي سي العربي كي مش عدم الاختصاص ومترجع لي فلوسي بربي صحبي صحبي ارجع صحبي ارجع لي زميسيان سي العربي وقسمو بالله العظيم وقلي احنا في ملعب النجوم اختيت الكلمة انا على الشكوى الاخيرة وقلت راي الفيفا التاس ما هيش بتتقولهم انا سخايب مش تقول قبل ما تصير كل شي راي التاس ما تتدخلش في الامور الداخلية متاع الفيدراسيون تونيسيانة الفوتبول واذاك عليش كي ما قلت انتي الكلام ما يرجعوش بفلوس ملمان يقولوا الكلام هذي حاجة اخرى راي اليوم انا عليش الشركات معناش بتشوفوهم في تونس معناش بتشوفوهم خد تسمع برشة الناس مش تهرب معاش لان شركات يجبك تحاسب على المليم اليوم الناس تاخذ في برشة كاش في برشة ناودي راي اليوم تمدلهم شيك بخمسمائة مليون وكاش خمسين مليون ياخذلك الخمسين مليون لان هذيك عليش اليوم فتزاير كي ما قال الخويا ذاكر رايوا الناس تجري بشوالي رايش جامعين الفلانية رواسال جامعين سيلموجي رايوا في القانون للشركات ايش باهي رايش جامعين يحكمش رايش فما رايش الهاوية رايش النادي الهاوية كل مليم يمشي تارف ويمش يدخل بطن فورسان تاو اما رايش عرفوا المدير بتاع الشركة ريتمثالان في تونس اكس بريسدان تاع جامعين ويحكمش كي ما يحكم تاو يتعاسب على المليم ويدخل بالطن يدخل بالفلوس بالنصر هدايا كان موجود وقت اللي كانت الجامعيات باريني بارلي السوسيتي لو كانت عشرين مليون انتعارو انتعارو كي ما بتاع عشرين مليون ساخريت بدارة دي ما تشرف البيت جي كيفاش تاخدون تاخدوا في الديبار باش تمشي تعمل ستاج تجيت حاسب وتعدى على الوديد باش يعطيه بتزيم ترنش كانت ما فماش فويت لان كنتي باريني من الشركة والشركة ما تسايفش فلوس اللي يجيه الساعة ما عندلش الحق باش باش اه اه الجامعية هادية باريني بارلا سوسيتي باش يخوها ام بريزيدان خارج الشركة لانه يرزع بالنظر للشركة وعند عليه نظر وكانت الامور عال العال تتوهولت الجامعية هادية اما عليش قلتلك باه سو كونترول البرزيدان يوالي في تونس هريتو تعنادي الافريقي التاراجي لا تعمل شي واحد لا تعمل شي واحد لا تعمل شي اخوه الديسيزيون واحد لا تعمل ملحومة ويخوه القرار على الأقل نحكي لك على الشي مينو ورلوي اللي عشتهم كانوا عندهم كوتاة في الركريتمون دي جوار وقت اللي الشركة باش تعمل الركريتمون الكلوب عنده كوتاة مثلا يقول لك في الركريتمون جايرة عندك دوتر واش هو سمتني وانتي والرزولتات كانت يفمك سيان ولا حاجة سوردكاك سمحني سمحني كي كانت الشركة تشرف على نوادي هذي وين كانوا كانوا في المستوى عالي كانوا في المستوى عالي هذي هي منحكيوا عليا الشركات تولي في تونس وانا نأكد لك راو يجي الاستثمار انا أعطيك حاج هاي استثمار جينا أعطيك حاج حبيت نجيب سبونسور للنادي متاعك قالوا لي سوفورم شنوهم شنو تخلو ضانج هاو ندخلو بالطانت قطلو لي راو ممنوع ماني الشركات ماهو نعطيه لك ماذا عطيك الفلوس بشقلي على سبونسور قالوا لي ندخل في استثمار نعطيك قطب تحب قطلو راو ماهو ناخلي برا بدل القانون يبعا حذيك السنو او عطيتك جمعية نجم تصور الفلوس مع انت راو طالبينا من البره يستنئو في البيض يتحلى راو بب سهل يا سيد الوزين را العملي سهل باش الموضوع هذي راو انت بدك ترتاح من المصريب الزين الستاج وكل شيء كمانا حصلتنا اليوم حبيت تحكيلي على موضوع التأمين موضوع التأمين نرجعوا ديما لجمعيات الهاوية اللي معادش عندها صوت في الانتخابات للمكتب الجامعي طالبين عليهم حاجات أغرب من الخيال جمعيات تعاني ويحبوا السيرونس انديفديويال الكل ملاعبي في اللي جون حد من بها السيرونس جروب وطلبوا عليهم مضمون الفرنساوي طالبوا علي والدي علش مثلا أنا كنت العربي الدبابي يولي عربي برك بالسوري لا معناها تعجيز ناس دفعت ودفعت كذا وطوى وحلين وشوف الملاعبي في قداشي يتكلف وإحنا قد ما كنا السيري بلا فديراسيان تونيزيان دي فوتبور عمري ما جيت فيدي امبريمين تاع بريزان شارج سي عارب اللي تحكي فيها حكاية فان غر قدام هنتي غالب قدام منظومة قاعدة تصرف على قناوة التلفزي منظومة قاعدة تبرمش في برامج أخرى باش ناس تبيضهم وناس تغلفهم وناس تهز الحقيقة للباطل والباطل للحقيقة عليش من أجل الكرسي المحنون ما عندك يشتوجيه وقته بشعلوه الملف هذه الداخلي بشتاتهم هذه المنظومة نتمنى سيد رئيس الجمهورية يفتح ملف الرياضة يفتح ملف جماعة كورة خدمت رأي مهازل بالجملة رأي فضائح بالجملة رأي تجاوزات بالجملة رأي هذه المنظومة لم يعد يستثقوا بها رأي هذه المنظومة ذبحت الرأي العام الرياضي من الوريد إلى الوريد الناس بردت على الكورة الناس بردت تفرج في المنتخب ما عندك فما روح لأنه العدالة ما فماش العدالة الرياضية اللي طالبها استيصال حصابتي عنده 70 ألف سناء وكل ما فماش جمعة ما عاودها شليل 3-4 مرات ما تتحققش يلزم أنا الأوان اللي رحيل هذه المنظومة أنا الأوان خلي جي يروح جديدة خلي ناشي خلي فما شباب قادر عبش يخدم الرياضة قادر بش يخدم كل القدم قادر بش يخدم التحكيم حذري رانا بالحق في وضع خطير في الرياضة التونسية ونفس المسامر المصدى يحبوا يبقوا جثمين على قلوبنا إلى الأبد إن شاء الله سيدنا نعرف المسؤولية كبيرة نعرف ملفات وشيكة نعرف بارشة ملفات سعيبة ووضع اقتصادي سعيب ربي يعطيه القوة ربي يعطيه الصبر وشاء الله يربي يوفقه في مهامه لكن سيد الرئيس افتح بصفة عاجلة ملف كورت قدم والرياضة في تولس لكن كم